اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس الثالث والعشرين مارس الفين وسبعة عشر تحت رئاسة السيد محمد ولعبد العزيز رئيس الجمهورية وقد درس المجلس مشروع قانون يتضمن المدونة العامة لحماية الطفل والصادق عليها يجسد مشروع القانون الحالي حصى السلطات العمومية على المزيد من تعزيز المظلومة الوطنية لحماية الطفولة طبقا لخصوصيات مجتمعنا القائم على قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف من شها واعتبارا لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال من جهة أخرى كما درس المجلس مشروعي المرسومين التاليين وصادق عليهما مشروع مرسوم يتضمن تعيين عضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بن وكشوط مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة تسمى جائزة رئيس الجمهورية للعلوم يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء جائزة ذات طابع شرفي تسمى جائزة رئيس الجمهورية للعلوم لتكريم تراميذ التعليم الثانوي المتفوقين في المواد العلمية الذين يفوزون في مسابقات الأولمبياد ورغل العلوم التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي وسيمكن إنشاء هذه الجائزة من تنمية قدرات التلاميذ على حل المسائل العلمية من جهة كما سيمكن من اكتشاف الموهوبين من الشباب وتحفيزهم وفتح آفاق جديدة أمامهم من جهة أخرى وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع دولي وقدم وزير الداخلية واللا مركزية بيانا عن الحالة في الداخل وقدم وزير الشباب ورياضة بيانا يتعلق بمؤسسات الشباب دور ومراكز الشباب ومراكز الترفي يستعرض هذا البيان الحصيلة الإيجابية للجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لصالح المؤسسات الشبابية كما يحدد بعض المعوقات ذات الطابع المؤسسي التي ما زالت تطلب معالجة مناسبة ويقترح جملة إجراءات كفيلة بتمكين المؤسسات الشبابية من اطلاع الكامل بدورها التربوي والثقافي بوصفها حصنا يحمي الشباب من جميع أشكال الانحراف وتطرف وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا حول الحملة الوطنية لتباعد الولادات والاستقرار الأسري يستعرض هذا البيان مجريات وحصيلة الحملة الوطنية لتباعد الولادات والاستقرار الأسري التي تم تنفذها من الثامن إلى السادس عشر مارس الجهري ضمن الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للمرأة كما يستخلص البيان العبرة من هذه الحملة التي شمل تسعة عشرة بلدية حدودية في ولايات الحوضين والأعصابة ويقترح المضي قدما في تظيم حمالات مماثلة على مدار السنة بواقع حملة كل شهرين وذلك من أجل تعطية 60% من البلديات ذات الكثافة السكانية بحلول نهاية السنة الجارية